اتبع انا عايز كومي من الحاجات دي ممكن؟ اه لجين كان امير من امراء مصر في العصر المملوكي التاريخ ده بتاخدوه لجين كان امير من امراء مصر في العصر المملوكي اشترك في مؤمرة القطل لقتل احد السلاطين اللي في عصره اسمه السلطان خليلي هو ومعه اربعة قد انا هدوكم تاريخ وامر اللي ده خليل ابن الوون من الاربعة لجين ومع واحد اسمه بيدرة ومع واحد اسمه بهادر ومع الرابع اسمه كرا صنكر لما قاتلوا الاشرف خليل اللي جا بعد الاشرف خليل ابن اخوه الناصر محمد عشان يتولى السلطنة بس كان صغير السن فكان فيه واحد امير وصع عليه اسمه زين الدين كاتبغة اسمه كاتبغة قالك القبض على الزقاب لاربع وقتلهم القى القبض على التلاتة الاولانين ومعرفش يلقى القبض على مين لاني لاجين اختفى فوق قمة الميزان عندي اللي لابسه بالوزر اللي فوق خالص بس خلي بالكم الميزان هاي الاصلية اللي مبنية من التوب الاغر حلو الكلام وهو فوق حاس ان الارض بتهتس بيه فنادى الى ربه زي المعاية شيخ ان ربنا ينقذه من هذه الورطة تشاء الظروف ان يهرب من فوق ويكون مجموعة من الامراء ويتخلص من زين الدين كاتبغة ويتخلص من نصر محمد ويتولى السلطانة ده مين ده لاجين ويلقب بالسلطان حسام الدين لاجين سنة ستمية ستة وتسعين الف متين ستة وتسعين بدل ما يعمل هو جامع قالك الفضل على بقائي واللي خلانا سلطان بعد ربنا سبحانه وتعالى هو جامع احمد ابن طلول فعمر جامع احمد ابن طلول عشان كده خلي بالكم في الامتحان بييجي زي عمر ابن العص ما هي اعمال مردك هنا ما هي يا بيت بسي خلاص فهنا هنا السؤال اللي دايما بييجي في الامتحانات خلي بالكم اعمال عبد الرحمن كانت خدها في الجامعة الازهر اعمال مردك في جامعة عمر ابن العص اعمال لاجين في جامعة احمد ابن طلول الحاجات دي تتحفز خلاص عمل ايه السلطان لاجين هد المئزنة لغاية مستوى السطح يعني انا لو لفيت من ورا هلاقي لغاية مستوى السحن من الطبل احمر هد المئزنة واعاد بنائها من الحجر على نفس النمط القديم اللي هو ايه شكل الملوية او شكل القرطاس اللي هي شابه 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 مئزنة مدينة سمراء عمل ايه تاني لاجين في الحتة اللي انت شايفها قبت ايه? قبت مين دي? انا بترس رسعة عمي. امي اللي بتفتي? لا اصلاح مش هو نفس الصف حبيبة قلبي المئزنة اللي هناك ده هي. بص اللي خدك معاي المئزنة ده هي والقبتين اللي انت شايفهم ده اسر تاني مليش دعوة بيه اسمه سرغات مش اه? ايو اللي احنا دخلنا من عنده. مربة او الفزعالي. نكيز حضرتك. بصي انما هو راح عامل انا بقوله انتو شايفين ايه ابص بص الفوارة من الحجر. شايف الفوارة? المساحة المربعة. اللي عليها قبه ده من عمل لاجين. معايا حنان? نعم اتفضل. ايه? المكان اللي تحت للتوء. من اول الساطر. ديها تحت اسمها فوارة واسمها قبه. كل المبنى ده اسمه الفوارة. بالقبه. كل المبنى اللي انت شايفها ده اسمه الفوارة. طب اجا وصيفها عبارة عن مساحة مربعي علوها قبه. ومن الداخل مسمنة. اللي انت شايفها تحت. بس من عمل مين? من عمل مين دي? ليه من عمل لاجين? لأ كلها كلها. اللي جوه اللي جوه بس الاصلية. معنى كده ان اللي جوه جماعة اللي في الضلمة اللي جوه. اللي جوه حفرة جوه هناك. معنى كده ان الجامع عيام ابن طولون كان في نفورة. كان في فوارة. انما جا لاجين رو عامل ايه? المبنى المربع واسمها كلها الفوارة. ماشي. يبقى دي تاني حاجة عاملها مين? لاجين. اول تاني ولا تالي? خلاص? ادي الجامع. صحنة تاني. صحنة واربع ايوانات. هو يلكم كده. ماشي. ايوان القبلة او رواق القبلة? رواق القبلة. خمس بائكات. المقابل اتنين اتنين اتنين. في منتصف الزيادة الشمالية الغربية يوجد المئزانة. لغاية مستوى السطح اصلية. اما من اعلى لغاية القمة اللي على شكل الابة المضلعة اللي بنقول عليها المبخرة من عمل السلطان لاجين. في منتصف الصحن في النافورة المربعة التي يعليها ابة من عمل السلطان لاجين. عقود الجامع مدببة. يحملها دعامات او اكتاف. في كل ركل من اركانها فيها عمود ايه? مندمج. هنشوف الزخارف الجلسية. مش هتكلم عن الزخارف. الله منخلص. فيه ظاهرة جميلة جدا. يوجد بجامع احمد ابن طلون ستة محاريف. واحد رئيسي وخمسة سكرية. ستة محاريف. واحد مجوف رئيسي وخمسة سكرية من الجس مسطحة. مطلوب من حضراتكم تحفظوا المحاريف السلطان. ايه هم? يلا اون. يعني خمسة بس دورهم ايه. خمسة سكرية. المجوف ده الرئيس. عام? ماشي اميرفج? خلاص? ادي المحراب الرئيس. انا شايف واحد اتنين. تكزو يا شباب. بص ادي واحد اتنين. ادي دكة المبلغ. تلاتة اربعة. ادي محراب اهو? متاكل اهو? اه. ادي محراب اهو متاكل اهو. وبعدين ادي دكة المبلغ. بص اه ريت ونبس معوني لو سمحتوا. صح? ادي محراب اهو متاكل. وادي محراب اهو. اه اه. مسطح انا قلت خمسة مسطحين. يعني فلاك. وعلى دكة المبلغ واحد يمين وواحد شماعة انا هراح دلوقت. والرئيسي مجوفيه انا هنا شايف خمسة يبقى لسة واحد ستة هورهوه لك. خلاص? تاني ستة محراب. واحد مجوف وخمسة مسطحين. لازم تعرفوه. في البائكة الثانية من ميال الصحن في اتنين. في البائكة التانية من ميال الصحن في اتنين. اه. وفي البائكة التانية من ميال المحراب في اتنين. على جانب有一دة المبلغ. لازم اعرف دول بتعمين. تعال.‑ تعد. المحراب ده بتعمين ومحدش يتكلم. تعالي يقف كده اصاب. معا. تعالي. محدش يتكلم من صدلكم. انا انا غددت ان انا بس انا. ها? علي. اه جتكم اوة تاخدكم انتو السبعة ولا التمانية. علي ولي الله. معنى كده اني لا شيء. اه. اه جتك اوة. اه. مش عايزين نفسنا نقرأ. معنى كده اني ده شيعي. ده بشيع التعمين اطلع فوق. اطلع فوق. انا عندي كلمة مكتوبة المستنصر. اه. اول كلمة فوق كبيرة هي. صح? شايفينها? المستنصر بالله. انت بتدفعك عشان باشتماع. المستنصر بالله. يبقى الخليفة المستنصر رغم النشيع في العصر الفاطمي. فاطمي. جدد الجامع. واروح اعمل المحرب ده. عشان كده بنقول محرب. تسكاري والكلام ده انا قلت لكم في الازهر. بالذكرى. صح? يبقى الله ينور عليك. يبقى المحرب ده من عمل الخليفة المستنصر. عقت لان ده اللي بتحان. مش الخليفة المستنصر اللي جاء عمله خلى الوزير بتاعه اسمه الافضل. شاهن شاه. ابن بدر الجمالي هو اللي عمي. اده محرب من المحارب ايه? السادة. طيب. على اليسار. ده عمر ما تقرأ. احنا عرفنا كاملة السر اخوز. يلا يا ملك. عرفين كلمة سلطان ملك? بصة جماعة. كلمة السلطان. بصة حبيبتي. لو شفنا كلمة السلطان وانت مخمضة مملوكي. لو شفنا كلمة عز اللي ما وانت بتقول عز يبقى مملوكي. انا بكلم انا بكلم بامانة. عصر مملوكي. مناش دعوك. وقرأ. كلمة السلطان يبقى العز. كلمة الامام يبقى فاطمي. اوه دي الانقاب اللي في الجوامد. بصوا معي. السلطان الملك. المنصور. حسام. تلت سنة اوه. حسام الدنيا. الكسرة. ناجين. يبقى المحروب اللي على الشمال بتاع مين? والسلطان مين? ناجين. السلام يا اخوز. البسمانة والنجزة اوه بيت. تعالوا في النص هنا. بصوا في النص هنا. شوفوا اي دي رايحة فيه. في النص. امرا. شفتوها? شفتها? الامير ابو العباس. ما قالش احمد ابن طلون. لما بنخلي فيهنا حتى الغد دلوقتي بي ندولي باسم ابني البكر. ولو خلفت بنتي بي ندولي باسم البنت البكر. كان احمد ابن طلون ابن البكر اسمه العباس. فشو يقولك امر ابو العباس. شوف التاريخ الجميل. رغم ان الوادي العباس ده كان ابن عاك. عارفين يعني ايه عاك? كان بيخاف منه ابو احمد ابن طلون. وكان بيكبله وبيحطه في قفص من حديد. ولما كان يروح اي مشوار كان بياخده هو مكبل. ما كانش بيسيبه قالك ممكن يسيبه ارجع. على ايه عامل ايه? انقلاب ضد دي. طيب التاريخ. بصوه. اين? بصوه? في شهر رمضان من سنة خمس وستين ومعنين. التاريخ اللي انا قلتوها. ميتين خمس ومعنين. انتم معانا معانا شوفوا الجمال ادي جمال القصارة. الشغل اللي تقدر تفهم وتكتب. اه. يوجد الناس طيب. على جانباي دكة المبلغ. يلا حنان. اه? من اللي عملهم? دي محتاجة فعلا تفكير. ها? مكتوب ايه? حنان انا نتخضر لحباب. ايني? ايني? مكتوب ايه? اه? ايوة. 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 شوف تيوة شوف كمان. بصو بصو بصو. انا عايز كلمة دي براب. ايوة. شوف. مش شيعية. يبقى عسوني عباسي. تتخيط من العفر العباسي. من اللي عملهم مش عارفين. طيب عرفت منين? مش شيعية. الله ينور عباسي. الله من الزخارف. انا اللي بديك بقى. بص الزخارف دي. زنرت في مدينة سمتة. انما مش مكتوب من الاسم اللي عمالي. مش مكتوب الاسم. انما لو مكتوب الاسم. عارفين لو كان في علي ولي الله. وانا مهام. ما روش. شيء. هو زمان زي ما دخلنا الازهر. لأ خلالك ازاي هو دخل. لا فينش ايه. اللي رزل منها المدالية. لا 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 لا. ما احرف. لا لا لا. حاجات تانية. خلاص يا جماعة. ماشي. يعني شوفوا التفكير بيولد. ما هو ده اللي احنا عايزين نفهم. احنا عايزين نفهم. ما عايز افتارك. يا الله. ماشا دكتور. تعال. وده عصر عباسة. لين عباسة. لسه عصر عباسة. ودكة المبلغ والمنبر ايه. بص يا جماعة. المحراب المباوف. صح. في زخرفة فسافة سارك كزو معي. اللي هي الزخرفة المدهبة دي. اسمها زخرفة الفسافة. يعني ايه فسافة? ادخدوها في المحاضرة. الزجاج الملون. اهو. مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. والرقام الله. ده على اليمين وعلى اليسار عمودان من الفترة القطية. الله. ده احمد ابن طلول قال لي اريد ان ابني جماعا من الملح على. يبقى مش هو اللي عمل. ويبقى المحراب ده من عمل مين? مجين. مجين. مفيش اللي غيره. هم ده ده اسمين ده. عافل ليه بقى? الفسافة دي زاهرة مملوكية. الخط اللي انتو شايفينه ده خط نسخ. الرخام المتعدد ده اسمه المشهر. اللي انتو خدته معايا. والمشهر ما ظهرش اللي في العصر المملوكي. شفت الفكر? والقابلك برضو زهر في المملوكي. شفت الفكر? يبقى هنا المحراب. الله. بس خلي بالكم. ايه التجويف احمد زي اه عمر بن العاص. التجويف الاصل. التجويف الاصل. انما جا السلطان لاجين راح عمل ايه? راح عمل الملوك. وراح عمل الفسافة. وراح جايب الاعمدة الكبطية. انما تجز البني اللي فوق. البني اللي فوق هو بتاع احمد ابن اطلاق. اه خشب. هو بتاع احمد. طبعا. طبعا. مناش دعوة بقى. مناش دعوة. تعالوا المنبر. زي بتاع الموايات. المنبر بصوا. المنبر. لا. لا. ده اقل. ده اقل من الموايات شيخ. بصوا بصوا. المنبر مفيش تطعيم. احنا بنعتبر ان المنبر ده اقدم ممبر وصل لنا في مصر. برضو لو مش هرهدكم ده عمل السلطان لاجين. عشان كده لاجين مهمة او في. طبعا. عشان كده السؤال اللي بيجي اعمال لاجين في جامعة احمد ابن طول. بصوا. فوق ابا. ابا من الخشب. الابا دي برضو من عمل مين? خشب. طب معاش يا دكتور هي الابا الخشب دي مش هفتاش في جوامع. هو فيه في جوامع تاني? لا مش هفتاش خشب. المقارنة فوق ما فيش. الباب اللي قدامكم ده. بصوا اللي مش شافت يا متى. الباب اللي قدامكم ده. باب يؤدي الى دار الامارة بتاع احمد ابن طول كان البيت بتاعه. البيت بتاعه كان ورا. يبقى لما ييجي يصليد يفتحوله الباب ده وييجي. يقعد هنا. في محراب هناك بهو. بصوا شافوا له. يبقى ده المحراب السادس. يطلق عليها محراب. سجلي. يطلق عليها محراب السيدة نفيسة. وده من عمل السلطان ايه? لاجين. انتو معا يا جماعة مش معا يا. يوجد بالجامع مية تسعة وعشين شباة. يعني اثنين محراب من عمل لاجين. مين قالك اتنين بقى? سيبين عشان اسأل. ثلاثة. ثلاثة. اقعد سكتة بقى الغات عشان اسأل. اقعد سكتة انا هاسأل. خلاص. بس ما تفكرش في الاسئلة خليكم معا. في مية تسعة وعشر شباك. كم? خليكم معا دخخاني. دخخني. احنا قلنا اتنين واربعين باب. اسأل ايه. مية تسعة وعشر شباك. ولا شباك اخدتانا في الزخرفة. لا ما اقاش مية واربعين. ويت. انا قلت اتنين واربعين. اتنين واربعين باب. مية تسعة وعشر شباك. بصوا حضراتكم. مية تسعة وعشرين شباك. مش مية تمانية وعشرين. لو انا اسمت مية تسعة وعشرين. على اللاربع جدران. ده عدد مفرد ما ينفعش. يعني بواقع اتنين وثلاثين شباك في كل جهة. طب اتنين وثلاثين في اربعة بمية تمانية وعشرين. طب ده في مية تسعة وعشرين في الشباك. في واحد. عارفين ليه? عشان القبلة معه. بتدي وسع زي ما وريتكو في جامعة عمر ابن العاصر. ماشي? اخدوا بقى المعلومة بتاعت السياحة. في كتابة تحت السقف على طول. كتابة شايفينها? اه. قبل الخشب. تخيلوا واحد مستشرك. ايه يعني مستشرك? يعني من الناس اللي اللي بعلوموا الشرق. جات اتبع الكتابة دي وجدها اكبر ايتين في الكرآن الكريم. اكبر ايتين عندنا في الكرآن الكريم يا جماعة. اكبر ايتين سورة البكرة وقال عمران. اكبر سورتين. في الكرآن الكريم. ده شغل السياحة. ده مش كده وبس. الزخارف وبس. شبابيك 129 شبال. معادة اربعة في جدار القبلة ما عملهاش اسطالة جين. السؤال التالي. ما هي تأثير مدينة سمراء في جامعة احمد ابن طول. المحارب اللي موجودة. النقوش اللي عالمحارب. ايه ايه ايه. انا ما قلتش على المحارب. النقوش الزخارف القصية اللي عالعقود. مش المحارب. ايوة بس قول انت العقود. ادي نمرة واحد. اه. اقول الزخارف القصية وخلاص. اه. اتنين. شكل المئزانة الملوية. رغم اني جددها سلطان لاجين. نمرة ثلاثة. جمعوا الكلام ده انا قلته في البداية ايه دخاخني. اه. اه. اتلت زيادات كانت موجودة في جامعة سمراء. الزيادات اللي من برة كانت موجودة في جامعة سمراء. اه. اخر حاجة ودي المهمة شكل الدعمات. موجودة في جامعة سمراء. ايه شكل الدعمة اللي هي المساحة المستطيلة اللي في كل ركن من اركانها اعمدة من دماء. خلي بالكو يا جماعة تاني. سمراء مدينة في بلاد العراق. وهي العاصمة الثانية. كان كل اللي يشوفها يقول الله سر من رأى. ولما خربت في مبعض اللي شافها تاني قالك ساء من رأى. ومن هنا جاءت اسم سمراء. فيها جامعة بتاعها اسمه جامعة سمراء. اكتبس جامعة احمد ابن طلون منها. في المساحة المربعة. في شكل المئزانة الملوية. في شكل الأكتاف. في شكل الزخارف الجسية. كل دي تأسيرات مدينة. والزيادة. والزيادات اللي مع بها. في اي أسلة في ابن طلون. اشبعتكم ابن طلون. اه ايه. شابيك. ملها. بص ده تخفيف شبابك للتخفيف الحرب. لتخفيف الحرب. اسمع شابيك. اه بس بس. شبابيك لتخفيف الحرب. نعم. خشب بكل ساج هندي. بس اللي عمله ولا شي. نعم. في اي أسلة تانية جمعة. هم. لا أسلة تشارك ذي الأسلة. لا لا. شمس. لا.